يا إلهي ومليكي أن تتعلم كيف حالي وبما قد حلق قلبي ومن آكد وظائف السائدين إلى الله تقليل المنام وتقليل الطعام وتقليل الكلام وتقليل الخلطة بالأنا فهذه أركان الرياضة يتعرف ما عنه بالرياضة وقالوا عنها بيت الولايات كسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي قال الإمام الحداد وكن في طعام والمنام وخلطة ونطق على حد اكتصار وقلة وقال والنفس رضها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجاة وتجوع وقال وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التقليل عن الأضداد والسهر هذه الأربعة تكررت في كل بيت من هذه الأبيات فما ابناء سيدهما إلى الله تعالى يقوموا على قلة المنام قلة الكلام قلة الطعام اعتزال الأنا وَلِذَا قَالَ الَّذِي كَثُرْ أَكُلُ وَنَوْمُ مِنَ الْمُرِيدِينِ إِنَّمَا إِرَادَةُ سُورَ لَا حَقِقَ لَهَا مَنْ كَثُرْ كَلَامُهُ وَكَثُرْ نَوْمُهُ وَكَثُرْ أَكُلُهُ مِنَ الْمُرِيدِينِ إِرَادَةُ سُورَ لَا حَقِقَ لَهَا قال صلى الله عليه وسلم من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت قال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لجيمات يجمنا صلبة فإن كان لمحاله فذلثني طعام وذلثني شرابه وذلثني نفسه وقال صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه ثلاثة عقد يقول على كل عقدة إن وراءك ليل طويل فنم فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإذا توضى إن حلت عقدة فإذا صلى ركعتين إن حلت العقد كلها فأصبح طيب النفسي نسيط الجسم قال وإلا أصبحك خبيث النفسي كسلان ولما كان مع ما فيه من الحكم والفوائد مظهرا من مظاهر النقص والضعف نزه الله حياة الجنة عنه قال أنه ما في الجنة ما حاجح تاجلا إذ لو ناموا لذفاتهم نوع من النعيم يتناعمون به والفرح عنده متجدد ونحن في عالم الدنيا حيث نحتاج إلى النوم نجد أنه كلما طرأ الفرح وقوي قال للنوم وذهب عن النوم حتى إذا غلب الفرح يذهب نهائيا أنه ما يمكن يجلس ليلة أو ليلتين ثلاثة ما دام الفرح متجدد إلا أن فرح الدنيا ما يدوم ويضعف ويرجعينهم لكن فرح الجنة يتجدد في كل نفس وكل الأمحة فلا نوم عندهم كحالي أهل النار لكن أهل النار لا ينامون من شدة العذاب وهولا لا ينامون من عظمة النعيم لا فرق بين هولا وهاولا اللهم أجل